اشتركوا في القناة سيفقد ريال مادريد خدمة لعبه البرازيلي فينسوس جونيور لمدة شهر في مطلع العام المقبل وفقا لتقارير صحفية اسبانية وقلت صحيفة موندو بورتيفال كتالونية انه يتوقع ان ينضم جونيور لمنتخب البرازيل تحت عشرون عاما الذي سيشارك في كوبا امريكا للشباب بتشيلي واشارت الان استدعى كارلوس اماديو مدرب شباب البرازيل لجونيور هذا الاسبوع يؤكد ان لعب الميرينجي سيكون حاضرا في البطولة التي ستقام خلال الفترة بين العشرين من يناير حتى الثالث عشر من فبراير القادم ويتوقع ايضا حضور رودريغو جايس لعبي سانتوس الذي سينضم لريال مادريد الصيف المقبل مع المنتخب البرازيلي في كوبا امريكا للشباب واختتمت الصحيفة بالقول ان ريال مادريد قد يرفض الموافقة على مشاركة جونيور مع السانبا وهو ما سيدخل النادي حينها في خلاف مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تسلم جاريس بالمهجم نادي ريال مادريد الاسباني جائزة جديدة خلال تواجده الحالي مع منتخب ويلز رغم استبعاده من مباراة اسبانيا الدولية الودية واشار برنامج شرينغيتو الاسباني الشهير ان اللاعب حصل على جهزة الحذاء الذهبي من قبل اتحاد الكرة ببلاده بعد ان اصبح الهدف التاريخي لمنتخب ويلز وانجح بيل في تسجيل 30 هدفا بقامص منتخب بلاده خلال 72 مباراة منذ بداية تمثيله الدولي في عام 2006 وكان اول اهدف مهاجم الميرنج مع ويلز عود الى يوم السبع من اكتوبر لعام 2006 عندما سجل هدفا في شباك منتخب سلوفاكيا في تصفيات بطولة كاسل امم الاوروبية عام 2008 واستطاع بيل قيادة منتخب بلاده للتواجد في بطولة يورو 2016 الاخيرة والتي اقيمت في فرنسا ووصل معهم للدور نصف النهائي قبل الخسارة من البرتغال بهدفين نظيفين قرر نادي برشلونة الاسباني تكثيف المفاوضات مع يكسا مستردام خلال الاسابيع المقبلة من اجل ظفر بالمدافع ماتياز دلخت في الميركات الشتوي المقبل وكشفت صحيفة سبورت الكتالوني عن رغبة للبلوغرانا في الحصول على مدافع لتقوية الخطى الخلفه بعض الاخطاء الكارثية التي يرتكبها جرارد بيكي فور بداية شهر يناير ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مدافع انه يتميز بقدمه اليمنى ليكون بديلا قويا في المستقبل لبيكي الذي يتقدم في العمر واصبح يمتلك واحدا وثلاثين عاما وهو ما اثر على مستوى الفني والبدني بالمباريات الاخيرة بالدورية الاسبانية ويعد التلخت من ابرز اللاعبين الوعيدين على مستوى القارة الاوروبية في مركز المدافع ويقدم اداءا جيدا مع فريقه اياكس الجدير بذكر ان التلخت ليس فقط هو هدف برشلونة من اياكس لكن هناك تخطيط من الادارة الفنية في كامبنو للحصول على توقيع فرانك دي يونج هو الاخر لتدعم خط الوسط ولكن في المركز الصيفي القادم اتخذ نادي يوفينتوس خطوة جديدة من اجل الحصول على خدمة ادوريال رابيو لعب وسطي نادي باريس سان جرمان في نهاية الموسم الحالية وافدت صحيفة كورير ديال اسبورت الايطالية ان رغم محاولة نادي الفرنسي في الحصول على توقيع رابيو لكن هناك رفض من الاخير وهو ما يقلق باريس سان جرمان من رحيله بدون اي مقابل عقب نهاية عقده في يونيو المقبل ولكن الصحيفة تؤكد ان يوفينتوس بدأ في التحرك بخطوة مباشرة وارسل فابيو باراتشي مدير النادي الى العصمة الفرنسية باريس لمعرفة طلبات اللاعب من خلال وكيله والتقريب وجهة النظر مع ادارة السيدة العجوز ويواجه لبيانكونيري منافسة قوية مع برشلونة وميلان لحسم الصفقة لصالحه لذلك قد يكون سفر باراتشي الى موطن رابيو يعزز موقف يوفينتوس للظفر بخدمات اللاعب في النهاية الجدير بالذكر ان هناك تأكدات من قبل الصحافة الكتالونية في الاسابيع الماضية بوجود اتفاق شبه نهائي بين اللاعب الفرنسي وادارة برشلونة الفنية متمثلة في ايريك ابيدال خسر ندي يوفينتوس طعنه ضد حظر المباراة الواحدة لهتافات تمييز عنصرية واقليمية اضافة الى عقوبة اخرى معلقة ووجه لبيانكونيري باغلاق مدرج كورف السودا من ملعب يوفينتوس لمباراة واحدة على ملعبه بعد سماع الهتافات خلال الفوز على نابولي يوم التسع والعشرين من سبتمبر ونظرا لرفض طلبهم اضافت السلطات حظرا اضافيا على المباراة الواحدة معلقا في انتظار الحوادث المستقبلية ويعني ان كورف السودا حيث يتمركز الالترس سيتم اغلاقها في المباراة ضد الجنوة في العشرين من اكتوبر وكانت هناك كل من هتافات التمييز الاقليمي ضد الشعب نابولي وليسات العنصرية التي تستهدف خاليد كوليبالي اعترف كارلوس تيفيز مهاجم نادي بوكا جونيورز بانه ليس لديه الشغف الكبير لمشاهدة مباراة كرة القدم بالمنزل وقال تيفيز في تصريحات لصحيفة كلارين الارجنتينية لا اشهد مباراة كرة القدم مطلقا لانني لا احبها وتابع اذا كانت هناك مباراة للكلاسيكو بين برشلون وريا المدريد ساغير القناة لمشاهدة الجولف لم اكن ابدا مشاهدة لمباراة كرة القدم عبر التلفزيون افضل الاستمتاع بامتلاك الكرة بين قدمها فقط ونجح الارجنتيني خلال تواجره في القارة الاوروبية بالفوز ببطولة دور ابطال اوروبا مع ناديه الاسبق مانشستر يونيتد الانجليزية في عام 2008 قبل الانتقال الى مانشستر سيتي ومنه الى يوفينتوس قبل العودة الى بلاده من جديد للعب مع بوكا جونيورز حسمت ادارة نادي بروسيا دورتمون تقرارها النهائي حول مستقبل مهاجم الفريق الاول والمعاهر باكو الكثير من صفوف برشلونة بالمركز الصيفي الماضي وافدت صحيفة بلد الالمانية نابروسيا دورتمون قرار دفع قيمة شرط حقية شراء المهاجم من برشلونة بعد نهاية الموسم الحالية وقدرها 23 مليون يورو بالاضافة الى 5 ملايين كحوافز اخرى للندى الكتالوني وبرهن الكثير على قدراته وامكانياته المميزة بقميص اسود الفاستفاليا ونجح في تصدور جدول الهدفين في البونتزليغا برصيد 6 اهداف حتى الان بعد مرور 7 جولات وفي اول مباراة له بعد العودة لمنتخب اسبانيا استطاع مهاجم برشلونة السابق تسجيل هدفين في شبك ويلز بمباراة ودية ليؤكد على ان تألقه ليس بصدفة خلال الموسم الحالية عقد اللاعب المتوقع في سيجنال ايدونا بارك سيكون لخمس سنوات مقبلة لينتهي في يونيو عام 2023 ويخصول اللاعب خلالها على راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو حصل نادي مانشستر يونيتد بقيادة المدرب البورتغالي جوزي مورينيو على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة تشيلسي في اطار منافسة الدوري الانجليزي الممتاز وقالت صحيفة توظى السن البريطانية ان لوكشو لعب منشستر يونيتد سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة رغم غيابه عن مواجهتي المنتخب الانجليزي هذا الاسبوع وتعرض اللاعب لاصابة في الكاحل عقب نهاية مباراة الفريق امام نيوكاسل الاسبوع الماضي في الدوري مما اجبره على الغياب عن مبارتي المنتخب الانجليزي امام كرواتيا واسبانيا في دوري الامم الاوروبية وكان مانشستر يونيتد قد اكد ان مشاركة اللاعب امام تشيلسي غير مؤكدة لكن الاطباء داخل النادي قاموا بتقييم المشكلة واكدوا انها بسيطة وستكون مشاركة لوكشو في المباراة المقبلة امام تشيلسي دافعا معنويا للمدرب مورينيو من اجل مواصلة الصحوة بعد الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين على نيوكاسل في الجولة الماضية من عمر الدوري الانجليزي عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع ان يندم البارس هل فقداني الكسير شاركنا برأيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر